طريق بن الشاب الذي يربط مقاطعة بن الشاب بالطريق الوطني رقم أربعة طريق طالما تظره سكان ولايات الشمال لربط بعضها ببعض حيث يبلغ طوله الإجمالي 73 كم وتبلغ تكلفته الإجمالية 689 مليون أوقية قديمة بتمويل كلي من الصندوق السعودي للتنمية هذه طريق أساسي تربط ما بين طريق جوجت وطريق نواذب ومثلا عن الرقاج جاي من نواذبو وقعد الشمال وهي بدل عن أن يأخذ على النواكشوت وهي مباشرة أن يأخذ عليها وهي توقف عند بيكا دي صان وترتبط مع طريق أجوجت عند بيكا صاندوزنف معناها أنه 200 كيل من نواكشوت قامت لماش عليها و120 كيل منه وزحمة نواكشوت والمدم والله يعطي هذا كامله طول الطريق اللي هو المقطع الأول والمقطع الثاني طوله 180 180 بدل ذيك 200 اللي شور نواكشوت و 119 اللي وعد أجوجت لا يتغتزل قضية الوقت ولا يتغتزل قضية الطاقم اللي هو الكاربيران هذه بدأت الشقلة فيها ل2019 طولها 73 كيل اللي هو المقطع الثاني اللي هو اللي رابطنا بين بالنشاب وطريق أجوجت طولها 73 كيل وكلنا لاحظنا ما اللي خصوصا من الينوفات عن الحركة ما اللي عادت تمتينه عادت أمتل حتى ما كانت محور بن الشاب الطريق الوطني رقم 4 تعبر نسبة كبيرة منه سلسلة أكشار الرملية وينتظر أن تكون له فوائد تجارية تنعش الحركية التجارية في المناطق الشمالية هذا يربط هذا الطريق وطريق أنواكشوت وذيبو بطريق إنواكشوتك جوجت مرورا بمدينة بن الشاب نحن اليوم وكلفين فنيا بالمراقبة والمتابعة للطريق الجزء الثاني اللي هو الـ 70 كيلومتر تربط بين بن الشاب والطريق الوطني رقم 4 اللي هي طريق لطريق إنواكشوتك هذه تكملة للجزء الأول اللي تم إنشاؤه تمويله من الدولة الموريتانية وعاد الطريق كامل تربط بين R&A و R&CAT عن هذا الطريق الوطني رقم 1 اللي قيس الجوش تطار والطريق الوطني رقم 4 اللي قيس طريق جيس وذيبو ينضف هذا الطريق إلى مشاريع الطرق التي تم تشيدها خلال السنوات القليلة الماضية حيث تشكل هذه الطرق رافدا من روافد التنمية عبداللهي وليسلم الموريتانية مقاطعة بن الشاب على هام الشيحة في تتشين المقطع الرابط بين بن الشاب والطريق الوطني رقم 4 وكشوت موذيبو أشرف الوزير الأول سيد محمد بلال مسعود صحبة مفوضة الأمن الغذائي على تسليم تكريم لسيدات الناشطات في المجال الزراعي في مقاطعة بن الشاب بولاية إنشري وأسلم الوزير الأول التكريم للسيدتين الناشطتين في مجال التعاونيات الزراعية التي توفر مصدر دخل مدر للنسوة العاملات فيها يأتي هذا التكريم بعد نجاح اتحاد التعاونيات النسوية